طب هنركع على السؤال اللي سألته لك يعني أنت حضرت البدايات نجوم كبار فنانة طبعاً يعني بتتكلم على فنانة سميرة أحمد على نور الشريف على عمليقة يعني وأجيال مختلفة أنت دلوقتي مع أجيال تانية خالص الفرق عامل إزاي؟ وأنت لسه كمان صغير يعني بس كنت محظوظ أنك تقدر أجيال مختلفة أنا طبعاً كنت محظوظ جداً أنني اشتغلت مع كبار النجوم في بدايتي وده هو اللي سهل لحد ما معرفة الجمهور بيها لأن عملهم كانت بتتشاف يعني نسبة مشاهدة كتا عالية جداً قنوات ما كانتش كتير قوي بس الناس كنت بتقعد تتفرج تقعد تستنى الأعمال دي فأنا كنت محظوظ طبعاً أن أنا اشتغلت مع الكبار دول علشان أبقى مؤهل النهاردة أبقى في وسط زمالي بنعمل حاجات حلوة يعني طبعاً الجيل دلوقتي مختلف عن الجيل بتاع الزمان مدرسة تمشيل نفسها اختلفت في إيه بقى؟ يعني كده بما أنت كنت في المدرستين كل فترة بيحصل أبديت لأي حاجة للموبايل للحياة الحياة بتجري بسرعة جداً كاميرات التصوير زمان غير كاميرات التصوير النهاردة الكواليتي بتاع زمان غير الكواليتي بتاع النهاردة طريقة التصوير بتاع الزمان غير طريقة التصوير بتاع النهاردة النهاردة بقى في أبديت زي ما قلتلك تمام بالصورة كمان حلو قوي بالصورة طبعاً فيه الوقت الـ HD زي ما كانش فيه الكلام ده فيه الـ 4K يعني فيه حاجات كل مرة حاسس أنها تخدم القضايا اللي موجودة دلوقتي أكتر؟ يعني الصورة الحلوة المبهرة هي الصورة الحلوة فيها النقاء للمشاهد لكن ما لاش علاقة بالموضوع نفسه الموضوع نفسه سواء إذا كان قديم أو حديث هو الناس بتتفاعل مع الحكاية طبعاً طبعاً إنما التكنولوجي بتاع الصورة ده يعني سنة الحقيقة الـ update اللي بيحصل كل فترة صح ده بيحصل